احنا بنقول بنعمل الخطوب بتاعنا خفيفة لعندي خط مسلا مش باين هنا وقت يدوبك بس بتاقل عليه و ازاهر لان انا بعد كده ههندس كل التفاصيل بتاعتي يعني ههندسها يعني استخدم الاداب تاعت البقس مجنوات الده او الاوفان او الفرنش كارب او الفرنش كارب دي يعني من هكذا جزء باشتغل بيها جزء بتاعتي هنا هوت انا عندي هنا دايرة مش دايرة بان عندي جزء من دايرة احنا ليه عملنا كروس دوت عشان لما اجي احط عليه جزء بتاع دايرة دوت واخد ده واشاك له كنه معايا هياخد اللفة دي هدوع على اللفة اقرب لفة مناسبة ديها وهي دي ووصل لي بديه حتى لو كان الخط بتاعي عضوي اعمل بشكل بسيط اجي على اللي بعديها طبعا هنا بقى كل ما كان معايا تنوع في الادوات الهندسية بتاعتي شايفين الكرد بتاعها ماشي ازاي ممكن ناجي في حتة معايا فيها الكسرة داية رغم ما قوتها بس تطش بيدي اوكي؟ ومع التعاود بتاعكم هتلاقيوا لفسك خلاصة ايدي ببدا تتعاود ان هي تجيب الكرد بسرعة و بسجولة ممكن ناخد يا دوبة الجزء بس جزء من كبه جزء جس جزء حتة صغيرة قبل بخدها وابدأ الف تانية يفضل طبعا هنا شبغية المرحلة داية بيبقى حواليا الدنيا ريئة لان اجيبه ده بروفه واجه ديها اوكي؟ شايفين الكرد ببقى شبغية؟ ليه احنا قولنا في الاول هنعمل خط خفيف عشان الخط التقيل دوت يظهر معايا انت حد معايا انا بتحبيد انا انا اهو عشان بعد كده هعيد على الرصاص بالحبرة لو التصميم بتاعي جاهز ويدي بقت شطرة خلص انطلب بالحبرة على طول ازاي نفس القصة بتاعتي هاجي هنا هوت هاجي ازاي بتاعتي وابدا احبارها لو هيجي على جوزئية من جوزئيات ديت اه بصوا بقى عني الكرد دوت باكتر دوت مش هيجي معايا بدايا ده هيجي معايا بالقوبان ازاي يبقى لازم يبقى مجموعي مجموعة من الستنباط ديت بفضل انطبعا ما اجيب الستنباط ثم مكتها نضيفة علشان تديني اكري لان انا بعد كده هاعتمد على الخلصات متاعتها ديت في استنباط لتبقى سيني والحاجات ديت لابتبقاش مظبوطة قوي شغلك يبقى على شرق الراحة مافيش هاور فيها ثانت منك عشان كده كل ما ابقى معاكي تشكيلة وكل ما اعينك بيتزاكر كتير اه بصوا هنا خد ما ايه يا دوبة خدت كرزه بصدق عشان يجي مظبوط اجي الجوزئيات اللي باعديها وانطبع تاني اوكي اجي هنا هوا ارجع لمجموعة الدوائي اللي تعتص بصراحة ده في فرق مابين دي ومابين ديت ممكن من فرق دوت مابين الجزئيتين اخذ بيدي بطشاية الخطيفة كده اولا عشان بقى بيش كسرة عني واكمل الشغل بتاعي طبعا انا نقيت حتة عضوية اوي لان انا عرف ان احنا لقوا ان هندسة الناس كلها تقولك ايه لازم الهندسة لازم الهندسة اللي يكون ايه كده لا يعني القطع ديت حان ده سيدي ايه حاجة اشتغر عليها ازاي هنا بقى يبقى ايه الساحة كن الاسو بتاني خاني بتاعي دا وغير بتاعكو الساحة بتاعنا اتقرستو شايفين الخطة دايه ده بيبقى ثابت طبعا التمرين دوت لازم اتمنى عرفتي الاوي انت تثبتي واحد طبعا لو عائلة اتنين صغيرين ده بيبقى ثابت وده بيتحرك عليه ليه بيتحرك عليه؟ لان انا ممكن اقلبه كده واخد اه طبعا الكروس بتاعك مش عادل على الورقة الكروس بتاعي يكون عادل في نص الورقة بالظبط اكي هنا عشان هو مش عادل ببدأ اغير محاول بتاعتنا ان انا بحرك بصه بحرك الاثنين مع بعض الاثنين هنا ثابت ده بيثبته الاثنين واصباعي بيوادي ده ويجي سمام؟ باجي هنا هزقه شوية اذا لو حبيت ان انا اعمل اخكي ورأسي مية خطة مع بعض وانا مثبت ده الكلام ده اولا اللي كان بيعمله شغله كله بثمين زي دولة فقط ليه بقى المستخدم ده كمان؟ يعني وانا شغال هفتال ان انا اقسم الحتة دية مليات عندي هنا في قرسطن متقسم مليات في حيث ان انا لو عايز النهاردة بقسم جزاية زي دي المثالث اللي فقط ده بعمل ايه؟ اعادي اتنين ملي بعمل جزاية دي اتنين ملي خط تعمل جزاية دي؟ وووو باصامين حبيتها تعمل خط بتاعي ده كمال خط تادي قيلة خط بتاعي لازم كنت خلوج اول اكي؟؟ عايز اجي انهوت وانا شغال وعايز اقفل هلنة انا شخصيا بحب جدا وانا شغال انا اقوم خط فاول التصميم وقفل التصميم انفوقه من تحت ليه بعمل كده من فوق من تاك؟ عشان اراها في الابعاد بتاعتي واشوف الاتزان بتاعنا فينه لو في حاجة مشكلة في الاتزان او في الكتلة بتاعتي قسمت كل دوت عن طريق ايه؟ خلصت المسلسات رائعة جدا واللي مليان تفاصيل طيب في حد كان عامل الترس الترس دوت انت عاملتنا الجزئية بتاعتي ديت جميلة ايه عايزين ناخد تفاصيله هتعامللنا الترس ده ازاي؟ وانت رأي كي صحبت ديزاين؟ انا ممكن اعجر انه ممكن الترس ده ما يبقاش مقاس واحد ما يبقاش ناشي نمط واحد هو ممكن تطلعي واحد فوق وتنزلي جزء يبقى مقاسات اه هترسميه زي قاسم لو هحب ان انا قسم الترس بص يا شاباب ها اعمل كده بساوين برا مقالة ده كله كده بساوين بساوين او اعمل ايه؟ حادش اجان المنظور اشتك الواتف الفجر ده كمان ان شاء الله ما ديجي نعمل الكوليه هنستخدم الموضوع ده بطي طب عشان كده اقول لكم الخط بتاعنا خفيف بيكون خفيف اوي لان انا هشيله و هحطه و همسح فكل من الخط بتاعه كان خفيف كل ما انا بتاعه كان رفيع كل ما اددت ان انا اطلع منه حاجة مظبوطة هنا انا هي عملة سكتش ان اما انا عايز اعمل قطع مظبوطة اوي بفكرة التلس ديت بعمل بالاسلوب اذا ممكن اغير البعض في التفاصيل او ممكن اغير في التفاصيل بتاعتي اعدي جزئة بتاعتها معنا يا برجل في عنا معنا يا برجل اه من ضمن برضو الحاجات اللي عايزين نشوفها اللي هي ايه مصدر بتاعتنا الجميلة دي بصدر دي فيها مناقلة هنا ايه اوكي وهنا لو عايز اعمل الشكل السوداسي الزوالة بتاعته هي ولو عايز اعمل الشكل الخماسي الزوالة بتاعته هي يجب علينا ان احنا نبوص الادواتنا كويس اوي امسك هنا امسك هنا